انا اسميتي شاما عندي 18 عام كان قرأة في الباك هذا العام انا مزويناش وشعري حرش وعويناتي مضيقين شوية بحال شينوة ولوني مشاد احتاجها إلا كنت احدى البيضين كان بان صمرة وإلا حطوني احدى الصمرة كان بان بيضة لحاصول ما كانش كيعجبني راسي حيث احتاد الري ما كان كيتبعني وحتى القيصاص اللي كان عودهم لصاحبتي كانوا من خيالي وتمنيت نعيشهم وفي القيصم كانوا كيهضروا معي غير نهار الامتيحان وكنت كنكون فرحانة على الاقل عندي شي حاجة مميازة وما كنتش نقدر ندير الماكياج بحال اللبنات حيث دارنا ناس محافظين وما كينغصى لو الدين واحد النهار قالت لي يا صاحبتي نخرجوا وهي عارفة انا ما عنديش الفلوس حيث انا دارنا ما في حالهمش الحمدلله ما عندناش وما خاصناش المهم قلت المريم صاحبتي ركي عارفة اختي ما عنديش قالت لي يا صافي كوني هانية كل شي على حسابي خرجنا وكدبت على دارنا باللي غنحفظ مع مريم في دارهم انا عارفة هاد المجرمة دي المريم كديني غير باش تبان بوقو صحدايا قدام صاحبها المهم نمشينا وهو جاب صاحبه باش ما نبقاش حاضياهم قالت سلام موراد هادي صاحبتي شاما وهو كان محاملش راسو معايا حسيت بيه ايواش غدا ندير هاد الشي اللي اعطالله وقلت له خدامو لك تقرأ وهو يقول كتهضري معايا قلت لي اش بالليك وهو يشت تليفون ود الحرامو محاشاهش لي عيط الهيشام صاحب مريم حيت كانوا بعاد علينا قال لي فينكم اصاحبي رك عارفني باقي تابعني اش حال من حاجة ايواشر بيا اخوي يلا يحفظك حطت تليفون وبدأ يتفرج في الماتش تعصبت من ها التصرف وانا مالي معلي ايش الله بقيت ساكتة احتبانت لي يا مريم غير شفتها وانا نجمع الوقفة قلت لي ها يلا تعطلت على الدار ومشينا وما سلمت على حتى قم قوم فيهم مشيت للدار وبقيت كان بكي ونشوف في المراية وجهي بدل ينوض فيه الحبوب وزرقة مشيت عندما ما وقلت ليها كيف كان جيك زوينة ولا خيبة قد كتضحك عليها وقالت علاش هادي السؤال وصافي غيجا وبيعافاك وهي تقول لي انتي زوينة وكتحمقي وقلبك بيد بقيت نضحك حتى بانت لي يا درست العقل مشيت للبيت لنعز حدا اخوتي داكس الداري طيبت ومسكين الصباح مشيت اللي السيكي في العادة وقفت لي واحد الطموبيل كحلة ما عرفتش اسميتها حيت ما كان فهمش فيهم الموهيم كلاكسون عليا وما يسحب ليش عليا وما درتش وانا ندخل معا وحد الدرب باش نفهم حيت ما طيقت شراسي حتى كنسمع حشو معلي كاختي مسخسخاني وغير تواضعي درت نشوف شكون هادا اللي شافني غير ملور وهو غير شافني وهو يشد تليفون وكان سمع فيه وفين كدابة انا في نفس البلاسة حبيبة عرفتو مشا غالط الموهيم كملت طريقي وصلت اللي السي دخلت نقرة على قلبي داز النهار مزيان ومع الربعة دي اللي عشية كنا خارجين وهي تقول لي يا كوتر يلا هو نسيني نمشي للسيبر راه الباسي خسر لي وانا معا خاسني غير في نديع مشيت معاها ودخلنا وبقيت حاضيها وهي تقول لي يا شاما سيري قلسفش باست وانا نخلص عليك وكيف العادة دخلت الفايز طليت لقيت واحد الجروب ديال التقافات الاجنبية وصيفت انفيتاسيون وقبلوني وبديت حتى انا خاشية نيفي زالت الساعة ضغية وهي تجي عندي كوتر وانوض يا صحبتي سديت وخرجنا ومشيت للدار عودتاني نفس الروتين ولكن هاد النهار مزوهر عندي كيف العادة داتني كوتر للسيبر وكيف تحت الفايز لقيت انفيتاسيون من عند كامل وقبلت في ساعة وكنت دايرت سوي رضي الاصالة حيث هي اللي كتعجبني وصيفت ميساج السلام جاوبني شكرا حيت قبلتيني قلت لي هان يا اخويا مرحبا تعارف نو قال لي يا اخويا عجبوني التعاليق ديالك في القروب عقلك كبير تبارك الله يوا بقينا مجمعين ضغية دازت الساعة وانو نقول كوتر سل فيني عافاك نزيد ساعة وهي تقول لي يا والله ما عندي اختي وانا نقول ليه بسلامة قال لي يا باللاتي يلا غنبدأو الهضرة قلت ليه راداروري نمشي وعاوت ليه وهو يقول لي يلا حتى الغدو نهضره في نفس الوقت وافقت بلا ما نعرف منين غنجيب الفلوس سديت وعاوت الكوترب اللي كامال عايش في فرنسا وكيجي في الصيف وعنده ستة وعشرين عام وزوين يا اختي وهي تقول ليه ايوه اشامح دراسك انت راكي غنية قلت ليها ما تخافيش رائيلة شافني عمرو يهدر معايا بقينا نضحكو وصلت للدار كيف العادة وبتعلي يا امتد جي العشية باش نتقنكتها ديك العشية مجاتش كوتر كانت مريضة ناري كيفاش غد ندير مشيت لعند مريم وقلت لها سل فيني عافك عشرة دراهم ويا تقول لي يومين غترجعيها قلت لها وغا سل فيني بعده وهي تقول صافي هاكي وعلى لسقاق مشيت نجري لقيتو وبقينا تاني كنضحكو وعجبني الحال بزاف حيت اول مرة شي حد غيهدر معايا وخبلا ما يشوفني وقال لي يا بغيت نشوفك درت السباب اللي ما عنديش تليفون قال لي يا انا نصيفت لك الفلوس وشري تليفون قلت ليه لا ما نقدرش نقبله قال لي يا انا ارتاحيت ليك بزاف اول مرة نهضر معا شي بنت عفوية بحالك شوية قال لي يا ديري سكايب وديري الكام وانا نقول ليه ره ما عنديش كونت صوب وديك الساعة وصيفت ليه وانا تعصبت قلت غادي طير من يديه وانا نقول ليه سمح لي يا رخصني نمشي رسالات الساعة قال لي يا انت نشوف كشامة قلت ليه ما عرفتش المهم اذا دخلت غنصيفت لك ميساج قال ليه اوكي يا حبيبة ايوه هذا ضغيب غاني المهم مشيت وخكنت باقة بغنهدر معاه ولكن زيرني بالكام ماللي غادة وانا كنفكر فيه حتى وصلت للدار غسلت المواعن وتفرجت وانعست وانا كنفكر في كامل طول وزين واسنينة بيضين اه حقلبي انا كنت متياقنة باللي غير يشوفني ما عمرو يبقي يهدر معايا ما بقيتش مشيت للسيبر وتوحشتو بزاف خفتو يقولي يا تاني ديري الكاميرا واحد النهار مشيت عند مريم للدار وطلبتها تعطيني البيسي ديالها وغير حليت لقيتش عشرين ميساج فرحت بزاف شا مراني مشوش عليك بزاف إلا شفتي هاد الميساجات خلي لي اسميتك كاملة وانا نقول اش فيها خليني نعيش الحب وخغير من طرف واحد خليت لي اسمية وخرجت وقلت المريم خلي الكون ديالي عندك رغي سيفت لي كامل فلوس باش نشريتي ليفون حسيت بهات صدمات كيفاش فلوس؟ انا اللي عندي كل شي وحتشق عندوح ما قدر يشري لي حتى صبات شفتي هذا بغي غير يقضي حاجته قلت لي هالاختي هو ورا عمرو ما شافني وهي اطلق واحد الضحكة ديال استهزاء اول مرة انت قلق حديما كيعيروني ولكن انا قش شابتي واسعة الحمدلله مشيت فحالي صباح لقيتها قالت هالكل شي اللي شافني في القاسم يقول لي كامال كامال هاما نارجات غير هي شوية برونزية قلت لي هاش شو ما عليك مريم قالت مالكي ياكدي ما كان ضحكو قلت ولا صاحبتي هادش مخصوش يدقال وهي تقول لي يا صافي هاكي ها اشنو هادسي كامال سيفطلك الف وخمسمائة درهم قلت شري تليفون وراه قلت لي شكرا ما صدقتش خديت من عند هالورقة غير خرجت مع التناش ومشيت خرجتهم اول مرة كان نشوف هاد المبلغ ومشيت شريت نمرة ودست خديت تليفون ونيشان للدار ادخلت للطوالات حيث هي البلاسة اللي ما يقدر يدخل عندي حد دخلتها وحليت الفيس هو اللوول كنت كنفهم في التليفونات حيث كنت كنناخد ديال صحاباتي المهم لقيتو دخل سيفطليه ما عرفت كيفاش نشكرك وهو يقول لي اخديتي التليفون قلت له اه هو هادا وهو يقول يواصوري لي نشوفك حبيبة وانا نسمع بابا دخل قلت لي بسلامة حتى نمشي للمدرسة راه بابا جا قال لي يا واخا حبيبة مشيت غديت وخرجت الليسة وما دخلتش اول مرة نديرها وبقينا نهضرو بزاف ديال الوقت ومن بعد مشيت للدار وقلت لي همراني مريضة انا غدا نعز تغطيت بالمانطة واجبت التليفون وليت كنحب وخلمو الدق سيرة ودازو شي تلت شهور قال لي يا شامع ليش ما بغيتينيش نشوفك قلت له ماشي هكا كحبيبة راني كانت سناك حتى تجي وتشوفني قال لي يلا انا بغي نشوفك دابا وما غادين قبل حتى عدر قلت له واخا صافي دابا صيفت لك صورتي قال لي يا صافي انا غادين تسناك يلا بسلامة مشيت نجري عن دكوتر حيث كتعرفت ديال ماكياج طلبتها ودخلتني لبيتها وصوبات لي ومع اول مرة شفت راسي شي شوية زوينة اعطاتني لبسة وبدت كتتصورني باش نشوف شي وحدة تكون زوينا صيفتها الكامل لقيت واحدة عشباتني وعزلنا شي ربعة اللباس فيهم مختالف لا ما يقول لي يا زيدي صيفتك صيفت ليه شافها ولكن ما جاوبش دازتش يومين واختكم كالتحرق وكرس ليه ميساجات مالك فينك اولي هاد الشي غير داير الماكياج شوية وهو يبالية كيكتب شاما سمحي لي يا راني كنت خدام ايو زيدي مالكي سقراما وانا نقول ايش نزيد قال يا تصور قلت له صافي يا قلتي بغي تشوفني وهانت شفتيني وهو يقول يا على خاطرك وهو يقول انا را عندي الخدمة من بعده نهضره حسيت به تقلق في العشية ما دخلش وكان عيط لي هوالو اويلي مش الراجل دازت خمستاشر يوم وانا مريضة بالفقصة كي عيطه ماما حدايا بغيت النوت كتشدني الدوخة واش الحب يدير هكا اه حقلبي خليت ماما حتمشت الكوزينة ودخلت تاني لطوالات حشاكو وهو يقول لي انت ضريفة بزاف وانا كان بغيك بدك القلب ديك الروح ديالك وانا نقاطعه كمل وهو يقول ولكن ما غاديش تلقى بحالك قلت له صافي يا كامال بلا ما تكمل عارفها راسي ما كانش اللي يبغيني لشخصي كل شي على المظاهر قال لي يا سمحي لي بزاف وغادي تلاقي ولد الناس حي تستاهلي كل خير قطعت وانا بصد مجتني السخفة وبقيتش حال ومشيت وتكمشت في بلاستي وداز عليا شهر كحل حسيت بالبنات كيتشفة وفيها وما بقيتش كان ضحك واندمت على النهار اللي هدرت معاه فيه وبدو المتيحانات صافي كملت حياتي وعرفت باللي ما يقبل عليا حد دوزنا المتيحان ونجحت في الباك دارنا كانوا فرحانين وحتى انا ومريم سقطات وكوتر جاتها استدراكية وصل شهر السبعة وكيف العادة ما كان صافروش ولكن بنت جيرانا كديني معاهم حيث هما كيخيموا في البحر دوزنا هذي كل ايام ما بيهاش والنهار اللاخر اللي غنجي صونات عليا واحد النمرة ما عرفتهاش قلت آلو شكون معايا جاوبني صافي نسيتي صوتي قلت له سمح لي يا ما عقلتش قال انا كامال تصدمت بقيت ساكتة وفي خاطري كان قول ناري اش بغى عندي عو التاني بحراما نسيتو قلت كي دير لاباس قال لي الحمدلله انا راني في المغرب وبغيت نشوفك قلت له كيفاش قال لي حتى نطلقاه ونقول ليك واخا انت نشوفك قلت له حتى الجمعة حيث انا ما كيناش في الدار وما نعود لكم شالبنات ما قداتني فرحة وكي وصلت للدار لقيت ماما دايرة الشعبي ودخلت سخونة ما كينغنى شاطها هو شاط حتى سخفت ماما بقت كتضحكوا عن نقتها ووصلت العشية ومشيت عند كوتر منقيداتي وسولتها اش دارت وهي تنقذ علي وهي تقول لي يا بللي رها نجحات وبدينا نقذوك الحمقين وانا مع زيدة فيا لادوز ما حسيت حتى طحت على الجنوب ديال النموسية كان طير بالسلامة وكوتر ردت البان وهي تسولني اش عندك حشمت وبديت كندحك قلت لي هارا كامال جن المغريب وبغى يشوفني قلت لي يا يكت فارقتو ايو الحوب هادا قلت لي هارا عتقيني بشي البيسة وشي ماكياج بغيت ما نعرفش راسي قلت كندحك قالت لي انتي اشا مضريفة وقلبك بيدو زوين وما غاديش يلاقي حسن منك الى ما كانش يديها في المظاهر خرجو دموعي وعنقتها مشيت للدار فرحانة بهدرت كوتر وعيت لي في الطريق وقال لي يش ميمي امتي راني مشتاق نشوفك وبقيت غير كندحك غيب وحدي وبقينا كن هدروح تقربت للدار غي صبح الصباح ومشيت الحمام جيت تغديت وقلت لماما انا غادا عند كوتر صيبات لي شعري ودارت لي الماكياج وهو يعيط لي قالوا فينك قلت له هانا موراك شافني مديت يدية وجامد لي حنيكاتو وقال لي يفودني متوحشتينيش حضرت راسي وركبت معاه مشينا الوحد الكافي قدام البحر وبقيت غير ساكتا قال لي يا مالكي يا شاما انا راني عرفت راسي غلطت معاك وديتها في المظاهر ولكن عجبتني روحك واخلاقك وانتي ركي زوينة فعينيه وما يهمكش وانا كنت متردد باش نهدر معاك ولكن قلبي بغاك واختارك انتي حسيت بهالشي حلمه هو كيهدر وبديت كنبكي وتخلع وسويني مالكي قلت له والو وحيت انا اول مراشي حد يهتم بياه وهو شايفني مباشرة عنقني وقال لي يا عمري ما انفرط فيك ومن بعد قربني شوية ورجعت طايرة من الفرحة ومشيت عند كوتر بالدلت ومسحت وجهي وعودت ليها كل شي ورجعت للدار وما بقيتش بغيت نناكل غير كان ضحك بحل شي هبيلة وبقين على هاد الحالة شي عشرين يوم ولفته بزاف قال لي ياش ميميمتي عندي ليك خبار زوين وواحد خيب اشنو نصبق ليك قلت له غير قول وما تصدمنيش بقاك يضحك ويقول لي خيب هو اللوي وانا قلبي غير سكت قلت له ويقول قال لي يبقيت لي غير عشر يام ونمشي قلت اواه ناري كيفاش غندير بلابيك قال لي وسوليني على الخبار زوينة قلت له يالله قول نسمع قال لي غنجي انا واختي نخطبوك حيث امو ماتت الله يرحمها وانا نقول له واش كتهدر بالصح ولا كتفلة قال لي يا عمري ما نتفلة عليك عمري جاتني الساكتة المسكوتة اواه ما تيقتش صرفقت راسح تتوعت اواه قاعد ازهر عندي عطيته نمرت بابا وعيط له وجامع اختوه راجلها وبنتها ماما وبابا فرحوا وكلينا ذاكش اللي قسم الله وقرأوا الفاتحة واش سمعتوني الفاتحة يعني واللي تمرتو ناري مريم تعرفت انتاحر وعطيتو التليفون وعطاه البابا قال لي عطيه الشامة غير مشا وجات عندي كوتر حيث هي مسكينة اللي عطاتني القفطان وصوبت لي فرحت لي بزاف وقالت لي شفتي ربي كبير مشا كامال وبقينا نهضره في التليفون وملي قرب راس العام عيط البابا وقال لي وجده الوراق باش نتكاتبو ويدي العقد معاه باش يصيب لي الوراق جاء وتكاتبنا ودرنا غير العائلة والجيران واول مرة نمشي الكوافورة ومعرفت شراسي وحتى كامال عجبته وداز عام ونص وخرجوا لي الوراق وجاء ومشينا ودوزنا شهر العسال وراني بقى شاكة باللي كان حلم ولكن هادشي ما فيهش تخرشيش وسمعت من كوتر باللي الناس رجعوني انا وماما سحارات ومديتهاش فيهم وجات مريم وقالت لي حق قلهم كيقول الله يعطينا سعة الخيبات وحتى انا عاد فهمتها نشرح ليكو نحن الخيبات ما كتشدش فينا العين حيتحتى واحد ما حاضينا وكل شي كي تيسر المهم وصلنا باخير ووليت كان سيفط لدارنا ونجيب معايا وكمال ما مخليني محتاجة الوالو الله يحفظهم لي ايه يا هراني ولاد اهدا مشي حاجة جاية في الطريق الحاصول ما سخيتش بيكم وهادي هي قصد وخاخايبة عندي الزهر وانتم مزوينين ليسهل عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة